المهاتية هي المركز الصفر والأساسي والارتكاز لهذا الزلزال هذه المدينة التي وصلناها منذ ثلاثة ساعات هي تختلف عن الولايات الأخرى هي مدينة سياحية ممتياز ولكن بدأت الحياة تعود وتدب إليها كما نشاهد الآن هذه حركة السيارات في الشوارع الرئيسية في المدينة بالإضافة أيضا إلى تقس المدينة المثلس حيث نرى الثلج على الأرصفة ولكن المختلف في هذه المدينة هو أن الزلزال قام باختيار الأبنية كما يشاء لذلك إذا أخذنا أيضا هذا الشارع وعلى طوله لامتداد خمسة إلى ستة كيلومترات لربما تجد إلى أنه سبعة بنايات هي صالحة لم يعصف بها الزلزال ولكن تجد بناية من أولها إلى آخرها قد سقطت على الأرض ثم بعد ذلك الصورة على هذا السيناريو إلى آخر الشارع وهذا أيضا يتوقف عنده كما أشرت ويدلل عليه بقضية الإنشاءات إذا دخلنا إلى هذا الشارع كما نشاهد على يميني يبدو أنه بانك ولكن أيضا في المقلب الآخر هناك أبنية سكنية ولكن إذا أخذنا الصورة مباشرة إلى حيث هذا المسجد نرى هذه الأبنية المتكدسة فوق بعضها البعض ونرى أيضا هذه الكتل الإسمنتية الممزوجة بحاجات الناس وأغراضهم وآثاث منازلهم إلى الإسمنت أيضا وإلى أيضا كل ما هو كان في هذه المنازل التي تركها أهلها منهم بطبيعة الحال من توفي ومنهم من نقل إلى منطقة أخرى ومنهم من أصبح في المستشفى إذا أخذنا الصور نشاهد أيضا كيف أن هذه الكتل قد أغلقت هذا النفق الذي نحن فوقه وأيضا بالتوازي ما بين ولاية وأخرى نشاهد هذا الجليد الذي نتحدث عن تحت الصفر في هذه المنطقة والذي بطبيعة الحال كان له تدعية سلبية على عمليات رفع الأنقال لأننا نتحدث عن 2 إلى 3 تحت الصفر قمنا بجولة في أرجاء المدينة لكي نتوقف عندها وعليها هل أن هناك من ورش لا زالت قائمة أو من فرق لمتطوعين ولكن يظهر إلى أن المدينة قد نالت الجزء القليل من بين الولايات التركية وعليه إلى أن الأبنية المتهدمة والتي سويت مع الأرض تعمل في بعض منها أو في بعض الأماكن منها الجرافات والشاحنات على نقل الأنقاض إلى خارج المدينة وعلى أيضا فصل هذا الأنقاض حيث شاهدنا وعيننا عن قرب شاحنات تنقل أيضا الحديد لوحده وتنقل الأتربة لوحدها في أرجاء المدينة وما بين أحيائها الداخلية في الحدائق العامة نصبت المئات من الخيام التي يقتنها بطبيعة الحال في هذه المدينة الجل الأكبر من المواطنين الأتراق وقلة قليلة من النازحين أو اللاجئين السوريين كما هي في أدجمنت الوصول من ولاية أدجمنت إلى هذه المدينة قرابة 300 كيلو متر اشتازنا العديد من القرى التركية الصغيرة والتي أيضا في بعض منها نجا وفي بعض منها الآخر من أتى عليه الزلزال فأكله أكلا تلاحظ إلى أنه الفرق بين هنا وبين آجمنت إلى أن البنايات في تلك المحلة قد سقطت من أعلاها إلى أسفلها ولكن هنا نرى أن الأخديد التي كانت من عصف الزلزال قد قلب البنايات أو قلب المنازل من أساسها واتكأت بعضها على بعضها الآخر وبقيت سالمة في الطوابق العليا وهذا أيضا يدلل وأعود معك إلى قضية الإنشاءات وهنا الغرابة لماذا أن هذا الزلزال يأكل بناية دون الأخرى يحطم حيا دون الآخر يعصف بموازنة وممكن هذا يعني ترجمة نانسي قنقر